اللي بيحصل ده بالنسبة لي كان شيء رائع جدا 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 ما مكناش بنتصور انه كان ممكن يحصل لنا من سنين فاتت هايل انه موجود ونشكركم عليه ونساعدكم فيه قدر الاستطاعة دائما هتجدوا انه كل ما هو متعلق به القنوات الخاصة بتلقي ورصد الشكاوى المواطنين هنحطها لحضراتكم دايما على الشاشة عندنا في البرنامج وفي غير البرنامج وفي الحلقة وفي غير الحلقة وهكذا كل شكر اولا لدكتور طريق رفاعي نورتنا وشرفتنا دكتور شكرا جدا لحضركم لكل فريق العمل بالمناسبة احنا عارفين ان احنا يعني ايه هنتقل عليكم كتير بس ادها وقدود ادها وقدود يا ساعدني وشرفني اشكرك يا دكتور وانا بضم صوت الصوت حراك في تقديم الشكر لكل زملائي وزميلاتي ومنهم اللي شغال دلوقتي وبيتابعنا وبيتابع الشكاوى ذات الاولاد اللي حراكت زي ما كنت بتسأل على مدار الـ 24 ساعة اتوجه بالشكر لكل قيادات الاعزاء اللي يعني يضعوا المنظومة تحت رعيتهم وباللوها الاهتمام الكافي لكل القيادات المستجيبة على مستوى الدولة لفرق العمل اللي لولاها يعني ما كناش وصلنا للمستوى اللي احنا وصلنا له وبنعد المواطنين ان احنا بنبزي الجهود اكتر في المستقبل ان شاء الله علشان نحسن الاداء ونزود الفعالية اللي احنا بنتكلم عليها وعلشان نكون صادقين اذا كنا وصلنا لنسبة معينة فاحنا يعني راضيين نسبيا لكن ان شاء الله بنستهدف المزيد بإذن الله بإذن الله كل الشكر نضفنا العزيز دكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية اشتركوا في القناة